أدنت مصر بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة لقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المعظم وقد أكدت وزارة الخارجية رفض مصر المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أيا كانت والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية